أكم في الإكسبريس وموصين حتى المدية ثلاثة نستقبل ضيفنا ضيف الإنتربيو الأستاذ سمير ديلو عزو هيئة الدفاع عن الموقفين في قضية التآمر على أمن الدولة أستاذ ألو سهلا بيك أهلاً وسهلاً مرحباً وشكراً على قبول الدعوة جيتنا مباشرةً من سجن المورنغي كنت في زيارة لبعض الموقفين نعم شنية آخر الأخبار؟ شنية هما فنى وضعية الآن الأقل اللي قابلتهم؟ في وضعية آآ السجين اللي يشعر بالقهر ويشعر بالظلم ولكن بدنياً لباس آآ معناه يتم مرتفعة ولكن كما النهار لول كما اليوم ما يشعروا بأنه آآ وضعوا بدون أي جرم ولا جريره هذا هذا بالنسبة للانتباع العام قبلت مثلاً آآ صح بيعطيق اللي هو مش في قضية المؤامرة ولكن آآ هو في الإيقاث السف شديد تقريباً قلتها وما زلت مصر عليهم فيها حتى شيء مبالغة معناها تقريباً ما عندوش قضية لأنه حتى الكلام اللي شاهد بسكوتش اللي تقال له في اللول تهاوى لأنه آآ تم استماع للشاهد قال ما شفتوش عايته الرئيس المركز وأعوانه مؤخراً بعد يتكلمنا نحن وحتاجينا سماوه وقالوا ما جاناش شمية تهمتو قد ربط؟ تهمتو أنه آآ تدخل آآ بشي آآ هو حمل شخص على الشاهدة زوراً بشي قول راني الدار اللي آآ سرقتها هي آآ فعلاً مش دار الصح بيعطيك علماً أن الشخص هذيك يسمى حاكم تحقيق قال آآ دار اسرقتها لأعلى مساكنها الاختير في قضية الصح بيعطيك أنه بش نحطه لشان مونقونت ما بين الفيسبوك والقضاء إذا كان ما يتسايبش الصح بيعطيك وما تنهاش هالمظلم هذيه اتجاهه بش توليك الكلام اللي تقال في الفيسبوك على المعارضين كل واحد نعملوله آآ الشان النقصي واللي قضية كيمال يختم تاعك كيمال يختم تاعك مثلا أنه ولا أي كلام ينشي بيتقال على أي على أي شخص بلتاعد بلتاعد لأنه الكلام ناخد الوقت أنا أنا اسمحت الروحي بش نجبل خطرها كانت آآ آآ تابعتك لمدة الحكاية ايه وقت أنا شو كان جواب متاعي وما برشة صدقوها لحكاية أنا جاوب متاعي كما جاوب المرحوم على القناصة اللي يلقى واحد يجيبولي أنا مش يجيبولي اللي يلقى لي اختي ياخذو بش فالي فاهمتني معناها وهذا شي شي خطير وهذاك علاش نحن سألنا حاكم تحقيق قلت له مكش ملاحظ اللي صاحب اعتيك هو الوحيد المضرب اليوم عنده 32 يوم وبين الحياة يوم الموت قلت له مش ملاح ياخذ كلهم ما يشعروش بالظلم ماذا اكثر من الظلم هذا هي قهر قال له كان لفقولي قضية اخر والله يمكن هو كان سيب في المحامين وكذا ما حاجة كما كاي معناها فلا جرانت علما بانه اللي خرجوا الكلام انه هو شد وعنده مليارات وكذا ولعنده كيوسك في النصر ودرشنية مقدمين بهم قضايا اخر ثلاثة معاينات عندهم ثلاثة ضد المرسمة في جدول المحامات اللي قاعدة مازال تكرر في الكلام هذي لحد اليوم تم الاستماع لي في خصوص شكاية ولا في خصوص القضية اللي موقف عليه في خصوص القضية اللي هو تورهن الايقاف فيها تم الاستماع لا اخر مرة ما نجمش استماع لي الظروف الصحية نظر لظروف الصحية جاي خرجوه من السجن وجابوه البيتر والتحقيق ولكن ما كانش قادر انه مش يسمع اصلا للأسف بالعودة للقضية الاخرى استاذ امتعال تآمر ما سمي بالتآمر على امن الدولة هل تأكد اتأكدنا اليوم انه اه ما صار حتى حتى تقدم في الاعمال القضائية لمن المفروض يقوم بها قضي التحقيق في المسألة هذي تقدم بطيء اليوم صباحا مثلا لو عندكم اسكوب يعني قبل ما نمشه للمرنجية فريق الدفاع تحول لا محسوب باكمله نسبة تسعين في المئة فريق دفاع تنسيقية فريق دفاع مشينا للقضية التحقيق وعرفنا انه آآ تم الاستماع للدوبليكس لانه قبل له ما سمعوش التحقيق سمعوه كان عند الباحث سمع اول لانه ما زال ممكن شوط آآ ثاني وكل ما النجم نقوله لاني ما نحبش ندخل في التفاصيل التي قال وآآ كان على اساس الكلام هذي نوقف الناس اللي حاولوا لا قوة تالب الله معنى الكلام يحكي الالفين وحداش يحكي الى تحليل سياسي يحكي الى اشخاص معينين هات نحاول وناخذوه آآ محمل الجد وقل لي كان وقل صدح لي كان نغلط في احدا تفضل معنتها فم قضية بتاع تآمر على امن الدولة تم تمت اثارتها بناء على وشيات على الاقل من زوز اشخاص. مش بالضبط لانا الوشيات لحقت بعد ايامات ولكن كي يوقفوا من الول مسامحة شيء. نسيلش ما ما بعاتن غضل. ولكن هذك ان عنصر رايي سيشي. قولوا هذك ههو العنصر الاساس. فسارعت انا باصدار بطاقات ايديع ضد كل من تسمى. فكل آآ 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 الزوز شهادات هذوكم او الويشيات هذوكم. وما سمعتش اصحاب الويشيات. نعم. تظهر لك غريبة. لانها غريبة. بش نعودوها على خطر هي مش غريبة على خطر. طبع ما اغرب منها. مش نعودوها لان اغريبة ولكن ذهما اغرب منها. الكلام اللي كان يقول فيه سيمروان هو انه شخص مش معلوم الهوية وهي اللي بيدي فيها مشكلة. انا قلت وش نقاط ديما نكرر فيها. رأوا قانون للارهاب. وقت اللي تم التنصيص فيه على امكانية حجب هوية مخبر وإلا شاهد حماية اللي وحماية اللي عائلته. رأى وتعملت حماية اللي من الارهابيين مش من السياسيين. لانه تطبيق قانون الارهاب في قضية مؤامرة ما عنده حتى معنى. علاش? لانه المجالة الجزائية التنسية تعاقب على المؤامرة. ما كناش محتاجين بش نمشيوا قانون الارهاب. علاش مشينا القانون الارهاب? علاش نمشيوا القانون الارهاب لسبب بسيط في تقديرنا كهيئة الدفاع هو للتمتع بالامتيازات اللي يعطيها قانون الارهاب للباحث وليمن يواجه الاتهام. ينجم يخليهم آآ ثمانية واربعين ساعة مشوفوش المحامين. ينجم يتم الاحتفاظ بهم خمستاش نيوم. وهذا اللي تم على الازهر العكم. الازهر العكم يقعد خمستاش نيوم وقف في بوشوشة. عند باحثين ما عندهش حق يسمعوا. لانه المحامي يسمعوا كان حاكم التعقيق. علاش? علاش شمتن? ايضا شاهد محجوب الهوية. شاهد محجوب الهوية علاش? تعالوا شمعناها يا سيمروين? معناها انا وياك لقدر الله متعركين. عركة كبيرة يسر. عركة وجودية. جي انتي غدوة مش تقدم فيه شهادة محجوب الهوية. الاصل عنيان النجم نطعن فيك. نجرع فيه يقول راو الشخص هذي عنده بيه عنده بيه عداوة. ما عندهوش حقي يشهد عليا ولا عنده الحقيش كيبية. ما عندهوش حقي يشهد عليه. مم. ما النجمش. علاش? لانه منعرفش لي وانتي. لانه يقول لي راوة ما اسمكش يولي معاش اسمك مروين. يولي اسمك اه كوادريب اليجريك. هذي كلام طوام عقول هذي. هذي ولي صاير. هذي الغريب سي اه وليد. الاغرب منه شنوه? انه حتى الكلام هذا هو كلام ما عنده حتى معنى لانه الشاهد يقول الحاجة اللي شافها. يقول الحاجة اللي يسمحها. مش يقول الحاجة اللي حكاهله صديق في بلجيكا. نقلا عن صديقه. في فرسيان اولى ومبعد ولا تقريبته. في بريطانيا. وثم كلام تحليل سياسي تاو الكلام اللي خذيناه اللي صورناه اليوم. اللي على الدوبل اكس. اه تحليل سياسي ويحكي لحوي صارت. في الفين وحداش. في الفين وحداش. شو قيمته هذي تاو. بقاطر نظرة لشخصيته شكونش. عنا فيه شكون الدوبليك. ربما بعض الاشخاص هذوم المحجوبين الهوية. مجرد انو الناس يعرفوهم شكون. كلامهم كله يتيح. مجرد يعرفوهم. مش كما كهيئة تفاية عرفتوهم شكون. يا بتاولي سكريت بوليشي نالتو. لاز كله تعرفوه. معناها الالالالال. شو نقول لك زايد مش نحكي لهم وضوع ده. معناها القضية هذي بكل صراحة. بش تبقى تدرس من بعد. كالقضية التي ما كان يجب لها ان تكون. بيه. لكن القضية هذي وفاتت اليوم المية يوم. وما زالت. وفيها ناس موقفين. وفيها ناس موقفين. وما زالت متواصلة. زالت متواصلة هي. وديما وينجي بحضة الناس يا سامير ديال. ونسألك نفس السؤال. شنية المآلات اللي تنجم تقول لها هذي القضية. اذا كان المآلات الطبيعية هو انهم يتسيبوا في اقرب وقت. ونطلبوا منهم اسماء. ونبصولهم روسم. ونطلبوا اسماء من عائلاتهم. والمساس من سمعتهم. انا قلت مرة حاجة. ظهر لي مع زمينتكم مريم القادم. نزيد نعاود نقولها. توك تحط اه غازي شواشي ولا عصام شابي ولا عبد الحميد جلاسي. تحطه في محرك بعض. اموتير دير الشاشة. شنو يخرج لك. تأمر ارهاب اه في الحبس اه ايقاف. كمانا جاءت فترة نحط سامير ديال ويخرج لي سامير ديال ويخت. شو الهمة ذيت. حالا قلو كان جايب الحق. على قلو واحد اهو كان. يتفرهت شوي. خيرو ذا بشرط ذا فاذا الله قد عفو. يعني. يعني والله مهز له الله. مهز له. به. هذا هذا اذا كان مشينا في تلاقي صراحهم. الفرضية الثانية اه سي سامير اللي الى حد الان ماناش عارفين. فرضية ثانية. اه وين بش وين بش تكون. فرضية ثانية هي الهرب الامام. هي انه بش يتسايبوا. ولكن بعد ما يكون المظلمة توصلت الفترة اطول. لاني انا بالنسبة ليا. اه وهاني نقول هلكم وليا بيننا. مستحيل مش القضية ديالة توصل المحكمة. لانه فضيحة. لانه المحكمة شوالي معاشها مساري التحقيق. شوالي الجمهوري النجم يعذر. شوالي ومراسلين. مستحيل. ناس مش تضحك. جلسات اه دون حضور جمهورة. نعم مثلا. ماشا. انا في الكورة ديالة. يا ويكلوه. ما ترونش تتساكل دنيا. لانه لانه فضيحة. ماش في الجرايد مش تحطو سادل محكمة. مش تحطو في الروبريك اخر. ايه وفي الاثناء قاعدين تقدمه في مطالب متاع. هان على مطلب افراج بشي تقدم في الايام القليلة القادمة. تو برك كنا ناقشو مع منا وبينا. اه بش تصير استماعات اه قريبة. نكون قبل نهاية الاسبوع هذي. مش يتم الاستماع اللي شخصية من اللي اه صدرت فيهم انابة مؤخرا. نحبش نكون انا اول من يعطي اسمها. ولكن تو تسمعوا بها في وقت الناس. لا. اه شو مدمش بتلازهر العاكر ميتأكد لي مرة اخرى انه اه لحد الان ما سمعوا حتى قضية تحقيق. من نهار تلي تشد. اه اللي اللي وقفوا ما سمعوش. اللي وقفوا ما سمع باحث البداية على خطر ماندوش. لا 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 اللي وقفوا هو قاضي تحقيق اثناش. واللي هذي حاجة غريبة ياسر. نفس القضية كانت عندهوز حكام تحقيق. حاكم تحقيق منهم حاكم تحقيق اثناش. كان دوره في القضية انه صدر بتاق تداع في الاسر العاكر. اكهو. لست نتقول لا سمعوا لا راف المحامين لا حد شي. طلعوا البيرو قاعدين صدر فيه بتاق تداع. ومن بعد اه اه سمت خلى على الملف لتحقيق ستاو ثلاثين. اللي عنده القضية اصلي اكهو. قلنلو عنيش يا عندك هلش مش مش ما لخوينهو فرد قضية. منتلقينيش اه 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 اذا وهو موقوف تاو على ذمة اه مكتب تحقيق ستاو ثلاثين. وما يعرفش القاضي ما قابلوش. اربع شهور. هو. لا زهر العاكرمي موقف عنده اربع شهور. عند قاضي ما نزل ما قابلوش. وما سمعوا حتى ما سمعوا حتى قاضي. سمعوا حتى حد وما سألوا حتى حد. فقط كل ما بركت. قالت. قلنالو يا سيد رئيس. اناش مش توقفوا هذي يا راهو. شرب قهوة مع خيام في حين نصر. الدخل اللي اظهر قال لا تاي مش قهوة. اللي يسمعوا فينا. هاني انا نستبقل حتى. ملقيتش على شنوة معان زيد نسألك. يا سي مروان. اللي يسمعوا فينا. رد فعلهم. تلقائي شنوة. مش يقولوا هذي يا محامي دفع لمنوبه وظاهر لي ثم شوية مبالغة في كلامه. زعم شخص موقف قضية امتهى تآمر لأمن الدولة. اربع شهور. فقط لانه شرب قهوة اه مش قهوة. تاي مع خيام تركي. يا سيدي فقط. ولي عنده حاجة اخرى يتفاضل. اخوي كذبنا. انا مش محامي. نخافش اللي سمعتي. نخافش اللي يقولوا راهو جاي في برنامج محترم. في دعم محترمة. وقال حاجة غالطة. ما نخافش زعم الدرجة هذي. ما نخافش يقولوا تتعم في الدعاية. ولكن هذا هو الوقت. كان هذا. اه قلت بش اه بش اه بش تقدموا مطلب بالسراح في اه في قدم ايان. شنو اللي يخليكم تتأملوا نتيجة مختلفة على المطالب السابقة. كهي الخديفات. هو كل ما كنت نحكي لكم فيه. تبقى تقول هذا معروف معلوم في المطالب السابقة. نفس الوضعية اقبله ورغم ذلك ما سايبوهمش. اخويا نقول لك انا ما اي شي لعل لعل لا يرجع لمشاهد العقل لعل هذا ما واحد يقول يا اخويا الى ما تابش يتواصل لظلمة ذايا. لعل عليش. خطر يزم ما يجي نهار ونقوله اسايا والله عندي مقال مكتوب جسم زند ما ما نشرته وش برك عنوانه باسمك اللهم. عنوانه باسمك اللهم. ذكرها كل صحيفة بتاع اللي تحطت في الكعبة بايش تحطوا الناس. معناه في شعب ابي طالب معناه قاطعوهم. لا يياكلوا لا يشربوا لا عرسونهم ولا كده. حتى اللي جاءت نهار فرصت لا يخموا كيفهم. لا كده لا هم نفس الدين. لا هم كده يا قلويسي. المرض الماذي يزم اتاقف. انا انا فهمت البيان انت الاساذة الجامعيين المطالبة باطلاق صراحة المعتقلين. فهمتوا في سياق اذاك باسمك اللهم. لانه فيهم لا لا يتفقوا معهم فكريا لا اديولوجيا لا سياسيا وفيهم ناس حتى ما يكون ما مش معظين خمسة وعشين جوية. او لك لقائل لك يا اخوة ينزي بارشة. ينزي ستاب. باستا. ينزم. اصوات اخرى تقول ينزي. ينزي. ما يقلقكش اه سي سامير اه ممكن تتعوى نمشيو نمشيو لبععد اكثر اكثر سياسي. اه ما ما يقلقكش ال الاختفاء الحديث تماما على مسألة الموقفين وعلى الشأن السياسي التونسي على لسان مفاوضي الاوروبية والامريكيين والطاليان والاوروبيين. اول اول حاجة ساعة هل هل تتفق معايا في المعاينة انه هل مسائل ذا يمتع القلق حول حول الوضع السياسي والوضع الحقوقي اختفت كلها تماما من البيانات ومن الكلام اللي اتقال مع تونس وعلى تونس وهل هدا يقلقك الكوباء. اه نتفق معاك نسبيا. نتفق معاك بشكل كبير خلنا نقول مش نسبيا. ولكن ما يقلقنيش. فيش نختلف معاك شوي. في انه اولا المقاربة الاوروبية مايش هي بالضبط المقاربة الامريكية. ممكن من الاسباب انه اه بونتليريا ولمبيدوزا اقرب لنا من فلوريدا. مم. فهمتونيش نقصد. ممم. معنا معناش مشكلة متع تدفق المهاجرين للسواحل. الامريكي. والامريكان. حطين المهاجرين قبل الاعتبارات الاخرى. شفتوا حتى مؤخرا. الامريكان اثاروا المسألة السياسية. الحاجة الثانية هو انه في العلاقات ما بين الدول. المشكلة حاجة ما اتقالتش بيان رسمي. ولا في تصريح علم انه ثماش تصريح لانه ما كتعرف تونس. لا ثم اعلام ولا هم يحزنون كيف يتقابلوا رؤساها ولا يتقابلوا مسؤولين. ما ثماش بواندو بريس ورندو وصحوا فيهم بقى. انا باش فيسبوك. واحد يروح على روح. ها? باش فيسبوك تاريس. باش فيسبوك باللي فيها. وعادة انه لوسين ترونسليشن. عادة ان ديما كي تقرأ الصيغة اللي يتابط عن دخرين. تلقى روفيو يكوريجي يعني نحن في بالخطرة اسمية الخارجية ولا بتاريسة. تلقت كي انو زوت لقائته. آآ. علش ما يقلقنيش? لانه المتغطي بتاع الناس عريان. لانه اللي عول على انه الاوروبيين والا الامريكان هما اللي بش يحلوننا مشاكلنا الداخلية. مش معناها يتقلق كيف حكيوا الحريات. ليه? هذك اش قبلنا به نحن اتفاق الشراكة اللي عاننا مع اوروبا. فيش كان الاقتصادي والاجتماعي والفلاحي والزراعي والمتيو. فيه السياسة. وحقوق الانسان. دونك اذا كهي دولة. كما تقول اللي يشكي المحكمة الفريقية لحقوق الانسان ولا كذا يقول لك تستقوي بالخارج. انت كي متعاش بكش عالش عام الاتفاقية معه. عالش عام بروتوكول ومصحة ليه وعلش كيف يبعثو لك بعدش كي يتجاوب. تعطي دفوعات متاعك. دونك يزم يزمش يكون آآ ولكن في الاخير. انا بالنسبة ليا المسؤولين الامريكان انتخبوهم. المواطنين لامريكان. مش يخط مش عام لامريكي. وضع يصح على كل الشعوب الاخرى. ميلوني الشوفينية اليمينية المتطرفة. كي ولات بمثابة رئيسة حكومة بيس في تونس. مش آآ لانا عندها جدودها تونسة ولا تحب تونس. لانا عندها مقدمة وعود انتخابية في مهم الهجرة والتدفق للمهاجرين. ومساعدة مش تعمل كل شيء من اجل انه آآ تتلبي الوعود الانتخابية هذه. اذا كان جي حاجة لتونس ايجابية في سياق تحقيق وعودة. انا شخصيا مقلق ليش كمعارضة. ما ما تقرحش كأنه تخلي اليوم من آآ سواء الاتحاد الاوروبي او من آآ بلدان بعينها في الاتحاد الاوروبي على قضية الموقفين وعلى قضية الحقوق والحريات عمما في تونس. انا نقول لك لا ولكن في اقصر حالات ما كنتش مراهن عليهم. انا بالنسبة اللي اه يهمني شأن بلادي وتهمني مصلحة اه بلادي. لان حبهم آآ يعارضوا آآ المفاوضات ما بين تونس وصندوق صندوق النقد الدولي ولا يحاصروا تونس ولا كذا بالعكس لانه قناتي انه شعب تونس يلو بشي يدفع الثمن. ولان حبهم يكونوا المحامين امتاعي في المسائل للحقوق والحريات وال وال المسجد الفراج على المسجد سياسيين. ليه? كان جد حاجة منهم في سياق قناعاتهم وكذا مرحبا. اذيك هي اذيك هو العالم. العالم تول. اما ما نجموش زادت استاذ نفترض وانه آآ قضية الموقوفين هذي ايضا هي ورقة من الورقات اللي يستعملها في يستعمل في هالنظام تونسي. ربك. في وقت كي ما صار في وقت من الاوقات نهارت اللي آآ يكثر عليه ممكن الضغط هاو كان نجم نجم تكون احدى المتنفسات بالنسبة للنظام. نجم تكون ولكن انا مؤلم بالنسبة ليا. لانو انا نشعر بال بالألم الشديد. الوقت نشوف قضية السيادة يامة وثار بشكل آآ شعبوي. معنا عادة ان كيتم لحديث عليها ياسر كيف فساد. كل ما يتم لحديث علي ياسر انا بالنسبة ليا مؤشر سلبي. لانو القضايا دي ما يشتع ميدياتيزازيون. والحاجة الثانية انو قلقني ياسر انو يكون ما احديث على الفساد كان احديث على السيادة. السيادة. كان مش كلهم ما تدخلوش فينا كي نحطوا الناس في الحبس. معنا نحن نرفع اللوابة السيادة كان في مساء الانتهاك حق الانسان. ولمساء الانتخابات الحرة والنازية. ولمساء التدولة السلمية على السلطة عليه. نجيب لي قضية السيادة. اذا واحد حبي يفرض عليك التطبيع. ولا واحد يحبي يدخل في علاقاتك الثنائية مع دول صديقة وشقيقة. ولكن كي ما تقول نقبل الثورة. كي يجي تقول له ما تحطش الناس في الحبس. يقول لك لا يا اخي انا قرار وطني. وذيك المقاربة التونسية الاصيلة في مسألة حق الانسان. يبدو لي يبدو لي. قاعدين نحكيه في حديث خارج شوية زمان امتاعه. عن حديث هذين انت عشرين كتفين سنة التالي. ولكن كيف برشة مقولات قاعدين نسمع فيها توم السلطة الحالية. يبدو لي. السلطة هذه ربما مناسبة للفترة بتاع مؤتمر باندونج وعبد الناصر وصوهارتو. كل وقت هذيك ما يش بتاع العصر بتاع الانتقال الذكاء للصناع. يبدو لي. سياسي سامير ديلو كيفاش يشوف الزيارات هذي اللي صايرة كيفاش نجم تنتهي زيارة الاوروبية بالاساس والمفاوضات اللي صايرة تنجم ام تسهل التفاوض والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا تراها ضغط ولا كيفاش تشوفها بالضبط. انا يبدو لي الاسهل هو انه الاوروبيين يعاونوا لانه عندهم مسلحة. ولكن انه تونس مش توصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشروط تونسية وفق الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه. حاجة اينيديت حاجة غير مسبوقة وصعوبتها مش في ما يهم الملف التونسي صعوبتها في خصوص الناس اخرين. مصر اخذيت بشروط صندوق النقد الدولي. ولو كان اخذيت بالشروط المصرية اخذيت بمواصفات اخرى. شنو اللي يخلي اه تونس دولة مفضلة تتعامل معاملة تفضلية من صندوق النقد الدولي. الضغط الايطالي يبدو لي موش كيفي. ولكن ثم عامل اهم من هذي الكل. هو شنو الموقف التونسي. نحن عنا سلطة بسفال في خصوص المفاوضات وكذا في وقت الحكومة قادة تروج للاتفاق اللول. اه اللي صار. واللي كان ممكن مش يفضي في ديسامبر اللي فات ولكن ما ما صار حتى شي. تويكة ولنا اه اه عنا مضحكة. معنا جزء من الاتفاق مع صندوق الدولي موجود في اه في قانون مالية. والخطاب الرئاسي على السيد رئيس الجمهوري خطاب معناها بتاع تشيكي فارا معناها خطاب تيرمونديست خطاب بتاع السيادة ما يفرضوش علينا. ويعتبر انه مفردات الاتفاق هي املاءات. بينما الحكومة كما الحكومة اللي قبلها الكل تحكيها الاتفاق وحوارات وجانب تقنيه فني. والرئيس في نهاية الامر نجم يعمل ربيت راجع. ما الهداء عنا بالحق زوز خيارات شبه متنقلة. بالاضافة الى انه الخطاب الرئاسي يقوم على جملة من المؤسسات اللي هم في حد ذاتهم. يبدو لي مش مجمع عليهم وطنيين. مانش متفقين وطنيين. انه البلاد هذي بلاد غنية. انه مشكلتها فقط في الفساد. ليه? البلاد هذي تنجم تولي اه غنية. كو اقتل لي جمع طاقة اه ابنائها. وقت اللي ما يبداش يشتر ابنائها يخمم كفاش يحط يشتر الاخر في في الحبس. وقت اللي ننشا ننخدمه ونشغله العقل الجماعي والبداع الجماعي متاعنا. وقت اللي نستغلوا موقعنا اللي هو بالحق فيها عبقرية الجغرافية. ان انشغلوه باحسن طريقة. ما باش نشغلوه هذي. بالوضع السياسي الحالي. بالاشتر صفرات اللي بلايش سفراء. بالولايات اللي بلايش وولات. بالإدارات العامة اللي بلايش مديرين اه عامين. كيفاش? كيفاش باش نشغلوه به. كيفاش نجم تنتج العاصمة البلاد. عاصمة البلاد بلايش والي. العاصمة الاقتصادية بلايش والي. ايطاليا هذي ايطاليا. اللي نحن تقعها الشركة الرئيسي بتاعنا. اللي ميلوني نشوفوها ونسمعها اكثر من رئيس حكومتنا في الشأن التونسي. معناش فيها سافير. ومعناش فيها قنصر في المدن الرئيسي. يبايش لو قادي نواجه في العام. جماعة تحكي هيا بشو ندخلو في البرينكس والبريكس ومش عارف شنية. ووصيين معناش فيها سافير. كيفاش نجم تنتهي هذي المعادل? كي ما قال الشيخ عبد ربه النجيم محفوظ. قالوا كيف نخرج من هذه المحنة سؤالك بضبط. قالوا ان نجونا فهي الرحمة وانها لك نفاو العقل. الاستاذ سامير ديلو عدو هاي الدفاع عن الموقوفين في قضية ما يسمى بالتآمر على امن الدولة. شكرا لك مرة اخرى على كل ما تفضلت به بعد لحظات صفية المحرر في نشرة مفصلة للاخبار. راجعين ومواصل معكم في